بإدانات خجولة لا ترقى لمستوى حدث وصف بالخطير تتعامل الحكومة المركزية في بغداد ومع حكومة قليم كردستان المعنية بشكل مباشر مع احتلال تركي جديد يطال أراضي واسعة بقليم كردستان ويرى متابعون وناشطون سياسيون أن تركيا تهرب من مواجهة القضية الكردية وتسويق حججا وذراء عواهية لشرعنة احتلالها لأراضي في قليم كردستان وهي محاربة حزب العمال الكردستاني وتلك قضية سياسية داخلية تتبع أنقرة في مقاربتها سياسة الهروب إلى الأمام وتغطي رأسها في الرمال حتى تبتعد عن إيجاد الحلول حتى الحوار مع ممثلي شعب الكردي في هذا البلد مقاتلو الكردستاني شاركوا إلى جانب القوات العراقية في تحرير سنجار من براثن تنظيم داعش الارهابي لتسليمها فيما بعد إلى سكانها الأصليين ما أفشل المخططات التركية للسيطرات على المنطقة والأداته كانت داعش ما يفسر اليوم لجوء تركيا مخططات قديمة جديدة مستغلة ضعف السلطات الحاكمة في بغداد واربيل وتؤكد مصادر مطلعة أن النظام التركي حاول مساومة السلطات العراقية بعد أن طرحت بغداد مشروع طريق التنمية لربط أوروبا بمنطقة الخليج عبر العراق مرورا بتركيا والذي مشانه أن يعود على البلاد بفوائد اقتصادية هامة وهذا ما دفع أنقرة لاستغلال الاندفاع العراقي وقضم المزيد من أراضي إقليم كردستان وضمها وهو ما يحدث حاليا على أرض الواقع اشتياح مئات الدبابات والمدرعات التركية لقرى كانت خالية من أي مظاهر عسكرية بينها أورا وسارو وأرادنا وكيستا وجليك وبابير في محافظة دوك بإقليم كردستان يعتبر تجاوزا حتى الاتفاقيات سابقة موقعة بين العراق وتركيا في ثمانينات القرن الماضي إذ تتحدث مصادر ميدانية عن دخول مئات الجنود وتنقلهم بين قاعدة جريباروخ العسكرية التركية وبين جبل المتينة خلف ناحية بامرني ضمن حدود منطقة بادينان ما يكشف حقيقة النوايا التركية وما هو أدهى وأمر والذي أزال الغشاوة عن عيون البعض أن الاحتلال التركي بدأ يرسم حدودا جغرافية في المناطق التي يتوغل فيها بآفطات كتب على إحداها مثلا ممنوع الاقتراب حدود تركيا وهو ما لا يدعو مجالا للشك بأن هناك أهدافا مبيتة لتركيا تتلخص بالتوسع والسيطرة وليس كما تدعي حماية ما تسميه أمنها القومي وذرا للرماد في عيون العراقيين كردا وعربا ممن لا يقبلون بوجود الاحتلال تتذرع الحكومة الاتحادية بعدم وجود قوات عراقية كافية في قليم كردستان بسبب منع تواجدها بأعداد كبيرة من قبل حكومة القليم لترد حكومة الأخيرة بالقول إن حماية الحدود من مهام الحكومة المركزية دستوريا وبين هذا وذاك يتم اقتطاع الأرض وخرق السيادة ذي جهارا نهارا موسيقى موسيقى